رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير مشاهدين تشكل المناسبات والأعيار الدينية فرصة لتبادل التهاني والتبركات بين شعوب العالم هذه اللفتة تعبر عن التسامح والتآخي وقبول الثقافات رغم اختلافها ومع احتفاء أكثر من ملياري مسلم في العالم بقدوم شهر رمضان تبرز رسائل من السياسيين وأنذية رياضية ومشاهير يتبادلون التهاني ميدان بيكاديلي الشهير وسط العاصمة لندن تزين احتفالا بقدوم الشهر الفضيل ولعل المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط روزي دياس وجدت الفرصة مواتية لتهنئة المسلمين في بريطانيا والمنطقة والعالم حسب قولها الجميل لشوارع لندن وهي تتزين لقدوم شهر رمضان المبارك والذي يحكس روح القبول هنا ببريطانيا أود أن أتمنى لكم في المملكة المتحدة والمنطقة والعالم رمضان كريم وكل عام وأنتم بالخير أيضا الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميجل قرر أن يجرب صوته في تهنئة المسلمين بشهر رمضان من خلال ترديد كلمات الأغنية المصرية الشهيرة رمضان قانا وعلق على تجربتي قائلا العالم محظوظ أنني لست مغنيا لدي تسريح اليوم باسم الاتحاد الأوروبي رمضان قانا وفرحنا به بعد غياءه وقاله زمن رمضان كريم لجميع يلا حلوة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأت المسلمين بقدوم شهر رمضان وتمنت للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء البلاد والعالم شهرا مباركا كما ذكر بايدن بضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأعرب عن تضامنه مع أقلية الإيغور بالصين والروهينجيا في ميانمر ولم يغفل الناديان الكبيران لكرة القدم ريال مدريد وبرشلونة تهنئة للمسلمين بطريقتهم الخاصة فقد نشر نادي ريال مدريد صورة لأبرز لاعبيه وكتب عليها الرمضان مبارك أما نادي برشلونة فنشر مقطع فيديو لللاعبين وهم يقدمون التهاني لنشاهد رمضان مبارك رمضان مبارك رمضان مبارك رمضان مبارك على كل مرسلس حياتي